الاحتلام هو عبارة عن خروج المني من الرجل البالغ أثناء النوم وهي ظاهرة شائعة بين الرجال الذين وصلوا لسن البلوغة يحدث الاحتلام نتيجة بعض الأحلام التي تتعلق بممارسة الجنس وفي الغالب تكون وجوه غير مألوفة عند الرجل وفي أغلب الأحيان يحدث نتيجة النوم على البطن مما يسبب الإثارة الجنسية أثناء النوم أو التعرض لبعض المثيرات الجنسية قبل النوم تعتبر ظاهرة فيزيولوجية أو نفسية وذلك لأن كثرة التفكير في الجنس نهارا أو مشاهدة الأفلام الإباحية تساعد في تكوين صورة خيالية عند الرجال مما يؤدي لخروج المني هل الاحتلام ظاهرة صحية أم مرادية؟ في الواقع تختلف مدة الاحتلام من شخص لآخر فإذا كان يحدث بشكل مستمر على فترات فإن ذلك يعني أن الشخص يعاني من اضطرابات عاطفية ومشاكل نفسية في بعض الأحيان أما إذا كان احتلم الشخص من مرة إلى مرتين فهذا لا يعد حالة مرادية وضمن الحدود الطبيعية ما الأعراض التي يشعر بها الشخص بعد الاحتلام؟ بعد حدوث الاحتلام يشعر الشخص بمجموعة من الأعراض ومن أهمها ما يلي الإرهاق والتعب ألم في المفاصل صداع في الرأس ألم في الظهر وفي بعض الأحيان يصاب الشخص بالكآبة ما الفرق بين الاحتلام والاستحلام؟ أي العادة السرية الفرق بين كل من الاحتلام وممارسة العادة السرية كبير جدا فالأول يحدث دون إرادة الشخص أي أنها خارجة عن السيطرة ولا يمكن التحكم بها ولكنها تحدث نتيجة التصورات وتخيلات أثناء النوم أما العادة السرية فهي تكون بإرادة الشخص وهي تسبب مضاعفات ومشاكل للشخص الذي يمارس العادة السرية هل يحدث الاحتلام عند عمر معين؟ في الحقيقة ليس لهذه الظاهرة عمر ويحدث عند جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر لكنه يحدث عند المراهقين أكثر من غيرهم كما أنها تظهر بشكل كبير عند الأشخاص الغير متزوجين وتحدث في حالات نادرة عند الأشخاص المتزوجين ويعود السبب إلى أن المتزوجون يفرغون طاقتهم الجنسية من خلال الجماعة هل يحدث الاحتلام للنساء؟ تحدث هذه الظاهرة للنساء كما يحدث للرجال تماما ولكن الفرق أن المرأة لا تدري في بعض الأحيان هل هناك احتلام أم لا ولكن هناك دلالات تشير إلى حدوثها وهي وجود إفرازات حول المهبل ومن الممكن أن تكون المرأة احتلمت ووصلت ذروتها الجنسية وقد لا تجد إفرازات حول المهبل بسبب أنها قد جفت نتمنى أن تكون قد استمتعتم بالمشاهدة لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات لكي تصلكم جديد فيديوهاتنا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء